الحجر الصحي في القاهرة طبعا دلوقتي بقت له أهمية الناس كلها مهتمة عايزة تعرف إيه بيحصل النهاردة تم الإعلان من خلال الحجر الصحي أنه تم عزل 17 راكب 17 راكب دول من جنسيات مختلفة أول ما وصلوا من السودان ومن إثيوبيا على عدد من الرحلات المختلفة اللي جاي 17 ما كانش معاهم شهادات التطعيم اللي بتبقى مطلوبة وبتبقى موجودة على الباسبور بتبقى زي ستيكر كده أو ختم بتبقى موجودة ضد الحمى وضد الصفرة أطباء أطباء الحجر الصحي اتفاجئوا أنه الباسبورات ما كانش عليها ما يفيد حمل الشهادات دي وبالتالي تم اتخاذ إجراءات معينة من رئيس الحجر الصحي بأنه يتم إخضاعهم للحجر وعزلهم في مستشفى حميات العباسية لغاية ما يتأكدوا من الخلوة من العدو لغاية النهاردة لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها وزارة الصحة بتأكد أنه ما حصلش أي نوع من الرصد لأي حالة مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد في مصر وفقاً للوزارة أعلنته قالت إنها لغاية اللحظة برضو اللي بنتكلم فيها الإجراءات الوقائية بيتم اتخاذها في منافس مختلفة احنا تكلمنا عنها قبل كده عرضناها على حضراتكم قبل كده في فأسام الحجر الصحي المختلفة مناطق العبور كلها منافس الدخول زي ما بيسموها يعني سواء على المستوى البحري على المستوى الجوي أو على المستوى البري بيتم فحص أو رصد الناس اللي بتوصل من المناطق المشتبه طبعاً فيها انتشار الفيروس اشتركوا في القناة